السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا شيخي أعطيك ألف عافية اللهم أمين تفضل يا رب باري فعملك بعد ذلك حضرتك أنا بحلم أحلام مش كويسة خالص الأيام اللي فاتت دي كلها تمام أنا كنت حافظ القرآن الحمد للعرب العالمين وكنت ملتزم جدا دلوقتي غير 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 ما فيش صلاة ما فيش التزام اللي هو بس صلاة الجمعة وبالعافية تمام الحمد لله ختمت قرآن وإن أنا في عدالي دلوقتي الحمد لله شغال هنا في الأمارات فبس الحال انقلب عقبا على وجه يعني كمان أحلام مش كويسة خالص كل يوم يوميا يعني اعمل كف إيدك كده حبيبي هتكف إيدك قدام الكاميرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون ما تضم الصبعك الصبعك الصغير بيفتح لوحد وتاناوات شايفو طيب حلوة جولة إذن يا أخي الكريم عندك تسلط من شيطانك أو قرينك وقرينك متحكم فيك أكثر من أنت متحكم أكثر من نفسك متحكمة فاحكيه للأحلام خلينا نعرف إيه هي وتابع ركي اللي أنا حعملها لك بس هتلتزم باللي حاولك عليه قلني والله كان بس من فترة كان في حد في الحلم كان راكب على كتفي أيها بقول له إنزل نفس أبدا أبدا مش راضي إنزل إنزل بكل الطرق يعني برضو الأحلام كتيرا اللي هو حد بيجي لوراك في الحلم طول الوقت ويركد ووراك بس برضو اللي هو ولا تعرفه ولا يعرفك وأنه هو بس عايز يأذيك وخلاص تمام طيب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كمل 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 الحلم التارت كتير كتير اللهم إني مش مرتاح أبدا 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 كل الأحلام واضحة يا خير كريم أول حاجة شفت أنا أقول لك على حاجة قال الشيطان جالي قال وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيُّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ فتأمل إن الشيطان بيركب عليك يقول لك حياة فأنت تمشي هش تيواقف مرة واحدة فأنت تخلي الشيطان يركب عليك لين عشان كده شفت حد إنه هو ركب على كدفك يعني الأوامر بتاخدت من الشيطان وقد للحظة سبحان الله شوف ربنا ألهمنا اللي أنا أقول لك أعمل كاف في إيدك كده وصبعك يتفتح كده ولسه هنعمل كذا حركة وإنشار رحمن هذا الشيطان اللي موجود جواك المقيد ليك حيخرج من جسدك حيتبقى القرين حتجاهد أنت القرين بتاعك فنطالب منك شيء لله عز وجل أول حاجة أنت كنت بتقول إنك أنت من أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخصته فالشيطان دايما بتتسلط على الناس اللي هما بيكون فيه منهم وبين ربنا سبحانه وتعالى مقرد الشيطان قال لي لا أقعد أن نوم صراتك المستقيم ما قالش إن أنا حروح عند البارات ولا حروح عند الناس اللي بتسمع أفلام ولا بتسمع أغاني ولا حاول عند الناس اللي بيعملوا يعني ذنوب ومعاصي ده أنا حاجة عند الناس اللي هما بيمشوا في الصرات بتاعك يعني في طريقك أنا مليش دعو بالآخرين بس اللي هما في طريقك أنا هحاربهم عشان كده أنت بتسيب الشيطان إن هو يتحكم فيك فأنا مش عايزك تخلي الشيطان يتحكم فيك نهاية فحتمشى على البرنامج اللي أنا حاوله لك ده وهعمل رقيا وكل الناس اللي بيتتبعنا أيضا هتسمع معك رقيا فكل اللي بيسمعني يكتب باسم الله الشباب كده لو سمحتم أول حاجة يا أخي الكريم حتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان فاللي بيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن فصل الله عز وجل أن يلهمني وإياك والمستمعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قل أمين أثنين حتحاول أنك أنت تكون على وضوء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلما تكون على وضوء ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويبرك لك ويرضى عنك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثلاثة حاول أنك أنت تصلي الصلاة المفروضة واسأل نفسك هو أنا ليه بصلي أنا بصلي ليه لله تب أنت غلطان ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بس أنت بتصلي نفسك عشان لما تجي يوم الجيامة بتقول في الصلاة السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو النبي قدامك هو أنت شايف النبي عشان تقول له السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته لأن هذه الصلاة ستعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه صلاتنا كل أسبوع والله أعلم فتأمل أنك إنت لما تقول السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك وعليك السلام يا حسام فتكون من أهل الجنة تمام بس كده بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني بتدخل في الإسلام من أول وجديد لذلك يا أخي الكريم أنا عايزك تحصل نفسك كويس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحصل نفسك بالصلوات الخمس عشان تكون في عصمة الله فأنت هتعاهد الله عز وجل هتقوم دلوقتي تصلي ركعتين توبة وتصلي المغرب وتصلي العشاء وتحافظ على الصلوات المفروضة من بكرة وتعاهد ربنا أنك أنت مش هتترك الصلاة نهاية والآن إن شاء الرحمن حيخرج الشيطان اللي هو ركب على كتافك والشيطان اللي بيجري وراك وانت نايم إن شاء الله حيخرج صاغر زليل وحتشوف هو بيخرج من إيدك بإذن الله جل وعلا بس حتلتزم بالله أنا قلتلك عليه قل لي هم الوضوء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة أنك أنت تتقرب لله عز وجل بأي صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم خلاص خمسة تحاول إنك أنت تعمل أي عمل يقربك لله عز وجل زي إنك أنت لما تشرب تقول باسم الله قبل ما تقول باسم الله وبعد ما تقول الحمد لله أعمل لك في يدك كده يا أخي الكريم أعوذ بالله من الشيطان رجيم وجعله بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون 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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين 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 وألقي ما كل الشباب اللي بتسمعني يا شباب تعمل أيدها كده كل واحد بيسمعني يعمل إيدي كده يسمع بس الرقي معي ويعمل إيدي كده ما تحاولش انك انت تطبق على صبعك بكوة كده لا خلي صبعك عادي يعني خلي صبعك على طبيعته كل الناس اللي بتسمعني يا شباب تركز معي وما تضم الصبعك لو فتح تسيبوا على راحته خلاص أعوذ بالله أي من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وَالقِّ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى يرطر بالصبح يتحرق حركتين إن شاء الله يتحرق الصبح حركتين الآن بسم الله صبعك في نبض كده عمل كده صبعك صح طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ركز معي الآن في اللحظة ضيئة إن شاء الله فيه نبض في كتافك فيه نبض في كتافك وفيه شيء بيطلع من كتفك لدرعك اليسار صحيح؟ إيدي 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 أكمالها فيه نبض في إيدي جامل طيب ركز معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَنِمَتِ النَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الآن إن شاء الرحمن حيطلع الشيطان اللي في جسمك بص كده فكفي إيدك حتلاقي تعرق الآن حسس حتلاقي فيه عرق إن شاء الله نعم في عرق فيه قولي الحمد لله الحمد لله مستغرب من إيه من العرق جوا أنا مشغل المكيف قولي الحمد لله الحمد لله شفت القرآن بيعمل إيه شفت فضل ربنا واسع إزاي شخنا بس أنا أنا في وقت كده بفضل جاعد ممكن ممكن أركز كده ممكن مثلا بالنصف ساعة أنا مش موجود كمل معي مش هيحصل معك تاني خلاص كمل معي اعمل إيدك كده اعمل إيدك كده ايدنا زي بعض أيوة اضبك صبع كده قرب صبعك للكام شوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين شوف صبعك بتحرك شايفه بتحرك لوحده ازاي طيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا مش أن أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله آمنت بالله وحده آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت وكفرت بالجبت والطاغوت غمض عينك وكل اللي بسمعني اعمل نفس الحركة وغمض عين وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله افتح إيدك حتبص تلاقي فيها مية وعرق شديد جدا جوا كفك إن شاء الله آه أخي قول الحمد لله الحمد لله أخي الكريم تزم بالبرنامج اللي أنا أقولته لك ومحرق جسمك دلوقتي هتلاقي جسمك خفيف جدا خفيف جدا كأنك كنت مربوط قبل كده وجسمك صار زي الرشد قوم تمام ومحرق جسمك يا حبيب حس إن جسمك خفيف خالص صح آه صحيح قول الحمد لله الذي عفاني الحمد لله الذي عفاني قوم يلا توضى وصلى ركعتين توبة وصلى المغرب والعشاء يلا حاضر دلوقتي قوم سيبك من البس قوم توضى المغرب والعشاء يلا صلى عشان ما يرجعش تاني التعب تاني صلي صلى لله حالا حالا يلا قول إن شاء الله ما تقولش حالا قول إن شاء الله إن شاء الله يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة